إنه يخرج ويتعافى عشان يخرج بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم ونقول إزاي نعيش بالسلام ده عشان نتعافى من مكدرات النفس الأمارة بالسوق قصة مكدرات النفس الأمارة بالسوق دي ولا عيازه بالله شيء وحش وشيء سمج وعشان كده إحنا شايفين إن التلت ده كنا لازم نتكلم عن إن إحنا العطق من نار النفس الأمارة بالسوق ومن أكتر الأشياء اللي النفس الأمارة بالسوق بتلعب بيها علينا عشان ما نرجعش الفطرتنا اللي بيها هنوصل للميلاد الجديد هي فكرة مهمة جدا ناخد نفس كده ونسمع الفكرة دي هي فكرة سلطان المشاعر إن المشاعر تقدر تسيطر علينا ومنها سيطرة الشعور مثلا بالحزن علينا عشان كده النهاردة هنتكلم معاكم عن قافة سلطان المشاعر قافة مريرة لما تحس إن أنت عبد المشاعرك بتقول إيه عبد المشاعر نعم عبد المشاعرك سلطان المشاعر هي اللي بتخليك تنحرف بالوجدان وتحصل عندك عدم اتزان فما فيش شيء فيك ليه سلطان عليك ما فيش أي شيء ليه سلطان عليك السلطان بيجي لما بنقرر الوحيد اللي ليه سلطان عليك ليس لأحد سلطان عليك لأن السلطان للأحد وإزاك لما يجي واحد فينا يقرر إنه يسيب إيديه ويسيب نفسه هي اللي تتحكم فيه ولو مشاعرك بقى ليها سلطان عليك هتعمل إيه؟ هتفرض في التفكير وفرط التفكير يضعف إرادتك ويكمان يخليك تيأس من قدرتك على إدارتك للمشاعر لكن لو اتزنت المعايير عندك هي اللي كان ليها السوت وهيتزن تفكيرك في ساعتها وبالتالي هتتزن مشاعرك لكن لو معاييرك ما كانتش متزنة هتلاقي مشاعرك هي اللي هتحتل المشهد وهي اللي هتقوم بدور المسيطر وساعتها مش هيبقى ألا إن في الجسد اللي مضغة لو صلوح صلوح الجسد كله ألا وهي القلب ساعتها المشاعر اللي جاي من النفس وساعتها النفس هي اللي هتسيطر بمشاعرك على كل أجزاء وهتخليك إيه اللي حاصل تحكم على الناس وعلى الأحداث وتخير شكل الدنيا حواليك فيه تلات مشاعر لو وقع الإنسان أسير ليهم هيفسدوا حياته أنتوا عارفين أن تلات مشاعر نحن تلات تلات مشاعر مركزية كده هي أصل كل الاترابات النفسية الغضب والخوف والحزن تلات مشاعر دولهم ما الأصل في كل المشاعر اللي بتحصلين والخوف والحزن بيتحدوا وساعاته يعملوا شعور القلق فيشعر الإنسان أنه أصبح عاجز عن الخروج من الحالة دي ويلجأ للنعزال مع أنه الحالة دي سهلة جدا أن أنت تخرج منها لما تعرف أليس الله بكافر عبدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ويجيب دعوة الداعي إذا دعان فإذن أنت موجود في حضرة مولاك لكن يلجأ الإنسان للنعزال ويفقد شعوره بنعم ربنا وبأمان ربنا ويحس أنه في وحشة أو في وحدة مع أن الله سبحانه وتعالى بيقولك أنه قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فينسى كل إنسان كل ده ولما يمشي الإنسان ورى مشاعره يحصل عنده مجموعة من الخرافات أيوة اسمها خرافات والله ما لهاش اسم غير كده إحنا بينسميها مجموعة من المشاعر وساعات بقى لما حد يكون بقى عايز يبقى أنه إنسان زكي وإنسان يعني مدير المشاعر يقولك مشاعر سلبية لا فيه خرافات جوانا عن المشاعر من الخرافات دي اللي بتخلينا ما نقدرش نرتاح أو الخرافة خرافة إحضار الماضي خرافة إنه إيه يقدر يجيب الماضي ويحطه أمامه النفس الأنبارة بالسوق عارفة إن الماضي مش ممكن يرجع تاني ومش ممكن يبقى حاضر دلوقتي فبتخليني أدور على حد يشبه اللي فقدته في الماضي وتخليه نسخة منه وتبقى مش عاوزة يختلف عن اللي فقدته وتحاول تتمارس معاه أسوأ حاجة ممكن يمارسها إنسان في العلاقات وهو التعوين تاني خرافة خرافة التناسخ إيه خرافة التناسخ دي؟ إن أنت تعمل نسخ من الحاجات اللي بتحبها من الشعور أو الشخص اللي بتحبه لكن في الحقيقة إحنا جايبين ناس ما لهمش أي علاقة بهذه السور ونعيس إن إحنا عايشين عشان نجيب الناس دي ونصنع بنا قدمين إحنا مش بنصنع بنا قدمين ترجمة نانسي قنقر